الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فهذا درس جديد من دروسنا في تفسير سورة الكهف نتناول فيه من قوله تعالى وكذلك أعثرنا عليهم وحيث ذكرنا فيما مضى أن الله جل وعلا لما أيقظ أهل الكهف من منامهم أرسلوا واحدا منهم إلى المدينة من أجل أن يحضر لهم طعاما يتزودون به وأرسلوا معه نقود فضة على ما كانت الفضة الأولى قد سكت فلما وصل من دوبهم إلى المدينة قام بشراء ما يريد شراءه فلما دفع المال استغربوا وجود ذلك المال وظنوه كنزا قد وجده ذلك الرجل فساقه إلى ملك زمانه فأخبرهم بقصتهم وكان ذلك الملك من المؤمنين الموحدين فذهبوا فنظروا إلى حال أولئك أصحاب الكهف ليكون ذلك من أسباب لطف الله جل وعلا بهم ومن أسباب أن يكون هذا تذكيرة لله جل وعلا ولذا قال تعالى وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ أي أن الله كما جعلهم يختلفون وكما قدر أنهم ينعزلون في الكهف قدر كذلك أن يعثر عليهم أهل زمانهم ويكون ذلك لحكم يراها جل وعلا ولذا قال وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ أي أن الله جل وعلا جعل ملك ذلك الزمان وبعض من وهم عنده يتمكنون من الوصول إلى أصحاب الكهف وللطلاع عليهم ولذا قال وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ والأصل في كلمة أعثرنا أنها مأخوذة من كون الإنسان يجد شيئا قد كان غافلا عنه أو ضائعا عليه ثم ذكر الحكمة من كونه جل وعلا يجعل أقوامهم يطلعون عليهم فقال ليعلموا أن وعد الله حق أي ليعلم الناس بعد ذلك أن وعد الله حق حيث أنه جل وعلا قد وعد العباد بأن ينصر أولياءه المؤمنين وأن لا يمكن منهم أعداءهم وبالتالي فكان ذلك من تصديق وعد الله جل وعلا وهكذا أيضا ليكون ذلك من أسباب أن يعلموا أن الساعة أي يوم القيامة الذي يحاسب فيه العباد على أعمالهم أنها آتية لا ريب ولا شك فيها وكان هذا من الآيات العظيمة أدال على كون الله جل وعلا ينصر أولياءه ولا يمكن أعداءهم منهم وهذا لحكم يراها جل وعلا في العباد فقدر الله جل وعلا لهم أن يحيوا وقدر الله جل وعلا أن يجد أهل ذلك الزمان هؤلاء القوم ليكون هذا من أسباب رفعتهم وعلو منزلتهم وتحدث الناس بهم فبعد أن كانوا أذلة خائفين قد هربوا من ملك زمانهم فإن الله جل وعلا قد جعلهم يتمكنون من أن يصلوا إلى أصحاب الكهف ليكون هذا من أسباب رفعة درجتهم وعلو منزلتهم وأصحاب الكهف لما سمعوا الأصوات وسمعوا قدوم أهل ذلك الزمان عليهم ظنوا أن ملك زمانهم الفاسد هو الذي جاهم فلحقهم ما لحقهم بسبب ذلك فلما كان الأمر كذلك كان من أسباب رفعة شأنهم وعلو منزلتهم عند الناس فهذه هي الآية العظيمة التي قدرها الله جل وعلا ومن هنا فإن الإنسان يعلم أن الله جل وعلا قد تكفل بنصرة أوليائه ثم بعد ذلك وقع اختلاف بينهم ماذا يفعلون بأصحاب الكهف وما هي الطريقة الشرعية في التعامل معهم يقول تعالى إذ يتنازعون بينهم أمرهم أي أن أهل المدينة اختلفوا في أمر هؤلاء الفتية ماذا يفعلوا بهم فقال طائفة ابنوا عليهم بنيانا أي يجعلوا جدارا حول مكانهم ويسترهم وعلّلوا ذلك بقولهم ربهم أعلم بهم قد يحتمل أن هذا من كلام هذا الصنف قالوا أمرهم إلى الله جل وعلا وبالتالي نعيدهم إليه سبحانه وتعالى ويحتمل أن يكون هذا من الجمل الاعتراضية وثم قالا جل وعلا بأن طائفة من الناس وهم الذين غلبوا على أمرهم أي الأولئك الذين كان لهم الغلبة والأمر وأنه وهم أصحاب الولاية في الزمن الثاني قالوا لنا اتخذن عليهم مسجدا أي سنجعل حولهم مكانا يصلى فيه من أجل أن يكون ذلك سببا من أسباب تذكري قصتهم وبقاء ذكراهم عند الناس ليكون هذا من أسباب جعل الناس يسيرون على منهج الحق ويعبدون الله جل وعلا وقد جاءت الشرائع بالنهي عن البناء على القبور وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله إذا أقاموا أو بنوا على قبور أنبيائهم مساجد ثم إن أهل الكتاب مع كون هذه القصة مشهورة عندهم ومع كون هذه الحادثة من الحوادث المعروفة لديهم إلا أنهم وقع بينهم اختلافات في تفاصيل هذه القصة فمن ذلك الاختلاف فيما بينهم في عدد أصحاب أهل الكهف فاختلفوا على ثلاث فرق فرقة قالت بأن عددهم ثلاثة والرابع هو الكلب وفرقة قالوا بأنهم خمسة فتية والسادس هو الكلب وقد نسب هذا القول لبعض النصارى وعلى كل فهذان القولان قد بيّن الله جل وعلا أنهما لم يؤخذا عن دليل وإنما كان رجما بالغيب أي ظنّا مجردا بدون أن يكون مستندا إلى دليل وبالتالي فهذان القولان لا يصحاني ثم ذكر القول الثالث فقال ويقولون أي هناك طائفة قالت بأن عدد أهل الكهف سبعة وثامنهم كلبهم وأهل التفسير يرجحون هذا القول لأنه وصف القولين السابقين بأنهما رجم بالغيب ومع ذلك نبّه الله إلى أمر وهو أن العدد لا يؤثر والأهم في هذه القصة تذكر الحكم وأخذ العظة والعبرة والدروس منها ولذا قال تعالى قل ربي أعلم بعدتهم فالله جل وعلا هو الذي يعلم عدد هؤلاء وثم قال ما يعلمهم إلا قليل أي أنه لا يوجد من يعلم عدد هؤلاء القوم إلا نفر يسير من الناس ولذا ذكرهم الله جل وعلا بأن هذه المسألة لا ثمرة فيها فاختلاف العدد لا يترتب عليه شيء كبير وحينئذ نعلم أن المراد أصل القصة ولذا قال تعالى فلا تماري فيهم إلا مراءا ظاهرا أي لا يكون منك جدال ومناقشة مع هؤلاء القوم فيهم قيل في عددهم وقيل في شأنهم مما لم يذكر في تفاصيل هذه القصة إلا مراءا ظاهرا أي تناقشهم المناقشة الظاهرة بأن تقص عليهم ما في هذا الكتاب وما ذكر في كتاب الله عز وجل ثم قال سبحانه ولا تستفت فيهم منهم أحدا أي لا تسأل عن قصة أهل الكهف أحدا من أهل الكتاب فإن ما لديك من قصتهم في كتاب الله عز وجل يكفيك ولا تحتاج معه إلى ذكر أخبار أخرى متعلقة بهم ثم قال سبحانه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله فنهاه الله عز وجل أن يعلق أمرا مستقبلا وأن يذكر عن نفسه بأنه سيفعل شيئا في المستقبل إلا إذا علق ذلك بمشيئة الله جل وعلا وذلك أن الإنسان قد يعجز عن الإيتيان بما ذكر عن نفسه أنه سيفعله ولذا عليه أن يربط كلامه بالله جل وعلا ومشيئته ثم إن الإنسان قد ينوي أن يفعل شيئا في مستقبل أيامه فلا يتمكن منه وبالتالي يكون هذا من أسباب نسبة الكذب إلى ذلك الشخص ونسبة وإخلاف الموعد له ثم قال تعالى واذكر ربك إذا نسيت أي إذا قدر أنك وعدت وعدا في مستقبل أيامك ولم تربطه بالمشيئة بسبب نسيانك للمشيئة فمتى تذكرت المشيئة فعليك أن تربط كلامك بمشيئة الله جل وعلا وفي قوله واذكر ربك إذا نسيت أمر بذكر الله جل وعلا عند المشيئة في جميع أحوال الإنسان وثم قال جل وعلا وقل يعني هذا أمر من الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم أصالة وأمر لمن يكون بعده وقل عسى أن يهديني ربي ليقرب من هذا رشدا أي أنه يسأل الله جل وعلا أن يهديه للقول الصواب والرشد في المقال والفعال ويكون قد أحسن الظن في الله أنه جل وعلا سيهديه لأقرب للحق قولا وفعلا وبالتالي فيه إشارة إلى أن قصة أهل الكهف إنما علمت بوحي من الله جل وعلا ثم قال سبحانه ولبثوا أي مكثوا وبقوا في كهفهم أي نيابا ثلاثمائة سنين أي ثلاثمائة سنة وازدادوا تسعة وقد قال طائفة من أهل التفسير بأن هذا إنما هو على السنوات الشمسية فإن هناك تفاوتا بين السنوات الشمسية والسنوات القمرية فالسنة الشمسية أطول من السنة القمرية ولذا فقوله لبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين قالوا هذا على السنة الشمسية وازدادوا تسعة قالوا هذا على حساب السنة القمرية ولذا كان هذا متوافقا مع جميع الحسابات السنوية الشمسية والقمرية وثم قال تعالى قل الله أعلم بما لبثوا فالله جل وعلا هو المطلع على ما في الكون وهو العالم بمدة لبثهم في كهفهم وبالتالي فإنه لا يعلم أحد مقدار لبثهم إلا بوحي من الله جل وعلا فإن أصحاب الكهف ظنوا أنهم إنما ناموا يوما أو بعض يوم ومن كانوا في زمانهم الأول قد ماتوا ولم يبق منهم أحد وأهل الزمان الثاني لا يعرفون مقدار المدة بين زمانهم الأول والزمان الثاني لبعد ما بين الزمانين ثم قال سبحانه له غيب السماوات والأرض فهو المطلع على الأمور الخفية وعلى أمور الغيب التي لا يدركها الناس ولذا قال أبصر به وأسمعه فهو المطلع على جميع ما في الكون لا يخفى عليه شيء منه وفي هذا تعجب من قدرة الله جل وعلا على إبصاره لجميع المشاهدات والمرئيات وعلى إدراكه بالسمع لجميع المحسوسات ثم قال ما لهم أي ليس لأحد من الخلق من دونه من ولي أي لا يوجد من يناصرهم ويقوم معهم فهو سبحانه وقد قيل بأن هذا خاص بأصحاب الكهف فإن أصحاب الكهف لما فروا من ملك زمانهم لم يكن لهم مناصر يناصرهم وإنما نصرهم الله جل وعلا ووقاهم من شر ملك زمانهم وهناك من قال بأن الآية على عمومها وأن الله جل وعلا هو الذي يؤيد من شاء من عباده وبالتالي نعلم أن ما ورد في هذه الآيات من القصة العجيبة من قصة أهل الكهف وما نصرهم الله جل وعلا به وما أيدهم به على ملوك زمانهم حيث حفظهم من ذلك الملك الذي أراد منهم أن يعبدوا الأوثان وأن يتركوا عبادة الله جل وعلا وبالتالي نعلم أن النصر بيد الله سبحانه وتعالى وأنه ينصر من يشاء من عباده ولذا نعلم أن رب العزة والجلال قد وعد المؤمنين بنصر منه ومن هنا فإننا نصدق وعد الله جل وعلا ثم ذكر جل وعلا الأمر بقراءة القرآن واتباع ما فيه مما لعلنا نتركه ليوم آخر بإذن الله جل وعلا ولعلنا نشير إلى عدد من الأحكام التي تأخذ من هذه الآيات فمن تلك الأحكام معجزة القرآن معجزة كلام الله جل وعلا حيث ذكر قصص الأمم السابقة مما لم يعد يعلم بتفاصيله إلا النوادر من الناس مما يدل على صحة هذا الكتاب وأنه من عند الله جل وعلا وفي هذه القصة أيضا أن الله جل وعلا يعوض من ترك شيئا له فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه فإنهم لما تركوا الانقياد لملك زمانهم في عبودية الأوثان وكان ذلك في رؤية الناس من أسباب ذلهم ومن أسباب تصلط أهل زمانهم عليهم إلا أن الله جل وعلا رفعهم وأعز مكانتهم وجعل لهم منزلة عند من يكونون بعدهم وفي هذه الآيات ذكروا ما يستفاد من الاطلاع على قصص السابقين ومنها قصة أهل الكهف بتذكري أن وعد الله حق فوعده لأوليائه بنصرتهم وإعزازهم حق لا يمكن أن يتخلف وفي هذه الآيات التذكير بقدرة الله جل وعلا فكما أنه أمات أو أنام أهل الكهف السنوات الطويلة ثم أيقظهم فهو كذلك قادر على إماتة الخلق ثم بعثهم بعد ذلك ليحاسبوا على أعمالهم وفي هذه الآيات أن النزاع الذي يقع بين الناس يجب رده إلى الكتاب والسنة ليكون الناس في ما يعملون على وفق ما يرضي رب العزة والجلالة وفي هذه الآيات أنه لا يصح للإنسان أن يبني حكما على ظنون مجرده أو اجتهادات وآراء خاصة وإنما تبنى الأحكام على الأدلة الشرعية وفي هذه الآيات أنه لا ينبغي لأهل الغلبة والأمر والنهي أن يستبدوا بآراءهم فيما يتعلقوا بالأحكام الشرعية ولذا كان من خطأ الذين غلبوا على أمرهم في ذلك الزمان أنهم قالوا لنا اتخذنا عليه مسجدا وقد ورد في الشريعة النهي عن اتخاذ القبور مساجد وخصوصا أهل الولاية والصلاح وفي هذه الآيات الإشارة إلى أن عدد أصحاب أهل الكهف سبعة وأنهم إنما يصحبون كلبا واحدا وفي هذه الآيات أنه لا يصح للإنسان أن يقول بقول بناء على ظنون مجردة بدون أن يستدل على دليل وفي هذه الآيات بيانوا أن ما لم يذكر وينص عليه في الكتاب فإن ثمرة العلم به قليلة إذ لو كان لذلك ثمرة معتبرة لذكر الله جل وعلا تلك المعلومة وفي هذه الآيات أيضا أنهي عن المجادلة والمخاصمة والمناقشة في المسائل العقيمة التي لا يترتب عليها أثر ولا علم ولا معتقد وفي هذه الآية أن المناقشة الظاهرة بذكر الأقوال وإيرادها لا تتنافى مع ما جاءت به الشريعة من النهي عن المراء وفي هذه الآية النهي عن سوال أهل الكتاب فيما يتعلق بأهل الكهف وفي هذا أيضا إشارة إلى أنه لا يحسن البحث عن ما لدى أهل الكتاب من معلومات فيما يتعلق بحوادث الأمم السابقة وإن كان الإنسان إذا اطلع على شيء منها لم يكذبها ولم يصدقها وفي هذه الآيات أن الاستفتاء إنما يوجه لمن كان عنده علم ويعرف بذلك أما من ليس لديه علم فلا يجوز له أن فلا يجوز له أن يفتي ولا يجوز أن يسأل ويستفتاء وفي هذه الآيات أن من لم يكن مختصا في علم فإنه لا يسأل في ذلك العلم وإن كان يمكن أن يسأل في علم آخر وفي هذه الآيات وجوب ربط الخبر المستقبل بمشيئة الله تعالى فإنه لا يكون شيء في الكون إلا بمشيئة منه سبحانه وتعالى وفي هذه الآيات الترغيب في ذكر الله جل وعلا بعد نسيان الإنسان وقد قال طائفة بأن من نسي شيئا استحب له أن يذكر الله جل وعلا وفي هذه الآيات حسن الظن بالله سبحانه وتعالى بأنه سيهدينا ويوفقنا ويرشدنا إلى ما فيه صلاح أمرنا وأحوالنا وفي هذه الآيات دعاء الله جل وعلا استحباب دعاء الله جل وعلا بأن يهدي العبد وأن يرشده وفي هذه الآيات أن الحق له أقوال قريبة منه وأقوال بعيدة عنه وفي هذه الآيات بيان مدة لبث أهل الكهف في كهفهم وفي هذه الآيات وفي هذه الآيات إيكال العلم إلى الله جل وعلا فيما يخفى على الناس وفي هذه الآيات أن الله لا يخفى عليه شيء وأنه مطلع على كل أمر مغيب وفي هذه الآيات إثباتوا صفة السمع والبصر لله جل وعلا وفي هذه الآيات تحريموا أن يشرك بالله أحد سواء كان ذلك في الحكم الكوني القدري فإن الله وحده هو المتصرف في الكون لا راد لقضاءه ولا مانع لعطاءه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون وهكذا يجب أن لا يشرك به في حكمه الشرعي فالأحكام الشرعية إلى الله سبحانه وتعالى وحده ومن ثم لا يجوز لأحد أن يصدر حكما شرعيا وينسبه إلى الله بدون أن يكون مستندا لدليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي هذا التحذير من أن يجعل أمر من الأمور دليلا شرعيا بدون أن يكون له مستند بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين كما نسأله جل وعلا أن يهبنا رحمة منه وأن يكون معنا كما نسأله جل وعلا التوفيق لكل خير بقي هنا نشير إلى مسألة أصولية يذكرها علماء والوصول ألا وهي مسألة الاستثناء في اليمين فإن من أقسم يمينا على فعل المستقبل فربطه بالمشيئة فلم يفعل ذلك الفعل وحنث فإنه لا تجب عليه الكفارة وقالوا بأن الربط للمشيئة يجعل الإنسان في حل من مخالفة يمينه فإذا قال مثلا والله لا أسافرن غدا إن شاء الله فلم يسافر فإنه لا يلحقه ماثم بسبب ذلك ولا تجب عليه كفارة إذا لم يلتزم بمقتضى ذلك اليمين ولكن هنا مسألة وهي إلى ما هي شروط هذا الاستثناء قال العلماء يسترط أن يكون متصم لا يشترط أن يكون متصلا فقال طائفة لابد أن يكون متصلا بالكلام بحيث لا يكون بينهما فاصل وآخرون أجازوا الانفصال بين اليمين وبين الاستثناء وقد رويا عن ابن عباس عدد من الأقوال في ذلك فمرة رووا عنه وأنه قال بأن الاستثناء يصح إلى شهر وبعضهم قال بأن الاستثناء يصح وبعضهم نسب إليه أنه قال بأن الاستثناء يصح إلى سنة كاملة فهذه أربعة أقوال لأهل العلم في شرط الاتصال بين الاستثناء بين الاستثناء واليمين فطائفة قالوا لابد أن يتصل بالكلام وآخرون قالوا لابد أن يكون في نفس المجلس ولا يضر الفصل ليسير ما دام في المجلس وآخرون قالوا إلى شهر وآخرون قالوا يصح الاستثناء ولو كان إلى سنة ولعل الأظهر أن الاستثناء يصح في المجلس فإن الشرع قد أجاز إلحاق الكلام ببعضه في ذات المجلس ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فأثبتا خيارا المجلس ما داما في المجلس بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين